أيها الإخوة قضية الخلق من أهم القضايا وإننا في هذه الأيام في هذا الزمان نعاني من أزمة نعاني من أزمة أزمة أخلاق حقيقية في أوصات الأمة وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا وقد ذهبت أمتنا من يوم أن ذهبت أخلاقها اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا وثبتنا اللهم على الإيمان اللهم علمنا الإيمان وفقهنا في الدين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العمل بما علمنا الأخلاق ما هي الأخلاق الخلق قوة راسخة في الإرادة تنزع إلى اختيار ما هو خير وصلاح إن كان الخلق حميدا أو تنزع إلى اختيار ما هو شر وفساد إن كان الخلق ذميما لست بصدد التوسع في قضيتي بقدر ما هو الإشارة إلى أصول هذه الأخلاق وآساسها حسن الخلق مع الله أن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم وأن لا يكون في نفسك حرج أن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما تمام التسليم وجمال التسليم للسرع كثيرا ما قلت هو ترك المناهي السماحة في ترك المناهي هذا من حسن الخلق ومن الأخلاق العالية السماحة في ترك المناهي أما حسن الخلق مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن الاتباع وأن لا تأنف من عمل عامله سنة سنها وأن لا تعارض فعلا فعله أو قولا قاله وأن لا ترجض حرجا من السير خلفه حزو القزة بالقزة وأن تلزم غرزه صلى الله عليه وليه وصحبه وسلم حسن الخلق مع النفس أشر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى أن يجلس الرجل نصفه في الظل ونصفه في الشمس حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير في نعل واحدة قال أحفهما جميعا أو إنعلهما جميعا العدل مع النفس العدل مع النفس ثم قضيتنا حسن الخلق مع الخلق الإنسان مخلوق اجتماعي بطبعه ترجمة نانسي قصة